امس يطلنا رسالة في المحطانة الخطم عن مواضح ويعطيك العافية يا بدر وانا راح احاول بقدر الامكان اقرى الرسالة من اندي انا هني وست رسالة كراحي موجودة السلام عليكم يا بو حيدر معاكم خالد بو حيدر انا كثر ما اقدر راح اختصرك الموضوع انا مواطنة كويتية مطلقة وعندي ثلاث ابناء بالغين وصار لهم يعني عايشة بروحي صار لي عشر سنوات وسألت عن دفق قيمة السكن في المهبولة من اول الناس قبل نهاية شهر صار لها فترة متحفظة في المهبولة وقاعدة في المهبولة وما طلعت من المهبولة ثانيا اتصلت على كل الجهات الاغلبية على اساس اني انا ما اقدر اطلع من البيت انا هذا الكلام قاعد اواجه عقل اخوان واللجان اللي قاعد يروحون المهبولة حلو تقول اتصلت في كل الجهات وكل العالم عشان ما اقدر اطلع انا عندي ثلاثة اهال اذا طلعت وهذا الوضع اللي راح اشوف راح احتكب على العالم هذي مصيفة كارثة فانا ابي احتفظ في المكان هذا الجزء الثاني من رسالة شه تقول اذا اشتري اغراض من الجمعية التموين البقالة والله يا صالح والله يا بحيدر ان البقالة اسعار مو طبيعية الاربع برتغالات الثلاث برتغالات ثلاث برتغالات الصورة اللي ورا هذي احمد ثلاث برتغالات دينار وسبعمية فلس اطلع الصورة اللي ورا هذي تقدر زين حلو غير ان المواد الباجئ بحيدر كل مرة انزل ابي اروح في نقاط تفتيش ومستحيل وصعب ان يال اطلع من هذي النقاط شوف ثالث سطر ثالث سطر شو هذا حالنا واخدنا تخيل ثلاث مرتغالات دينار وسبعمائة فرس كاخوة فوق اول شي حلو غير ان موضوع ان احنا بالتفتيش لما ننتقل من مكان لمكان والجمعية المواقتة والله ما نقدر اندش لها حلو وهذي قاعد تشتكي هذي قاعد يقولك مواطنة واحدة اوكي وتشوف الوضع وهي الامور هذي كلها واحنا ويا بناتي ويا اش اسمه وانا سمعت عن السلات الرمضانية وسمعت عن اللجان الخيرية وسمعت عن كل الامور هذي والله العظيم يا صالح ما يالنا شي اللهم انه قبل اسبوعين يالنا شخص واحد كان متطوع طاق عن الباب قال شو ناقصي وقيت له كل شي ناقصني بعدها اختفى هذا الرجل ما شفناه بعد سبعة ايام سألت الحارس قال والله ابن حق يابا وحق العمارة اللي يمنى شقتين ثلاثة يقول انا سألته ليش يا اخوي يعني قال والله ظاهر انه يعني يعرفون الناس انا مش عارف ايش انا هذي الشكوى تقرني تحرق قلبي تذبحني لان هذي حالها حال اختي وهذي الشكوى اليوم متقاربة مع وايد شكاوي من الاخوات اللي موجودين اليوم قد تكون الاخت اليوم ويعني حتى يمكن دفتر منتها اللي قاعد تكتب عليه حلو كتبة الشكوى وصلت انها يا اخا انا سؤالي حق هذي الاخوان اللي في الجهات يا اخوان انت واليوم كل يومين ثلاثة قاعد نطالع فيديوهات عشرين واحد امية الف واحد ونشوف اسنابات الحمد لله رب العالمين بتوفيق من رب العالمين وزعنا اليوم امية وخمسين الف وجبة والاخوان ما قصروا وهذا الفيديو شوفوا الناس شون واقفين بالتنظيم وشكرا رئيس اللجنة البلانية يا اخوان والكويتيين شنو دورهم الناس الكويتيين اللي عايشين بالشقق هذيلا الي قاعدين شنو دورهم تابون نزلهم بالشارع واقفون دور ما يصير بعقولة ما في عندكم لستة ها منتوا اللي قاعد توزعون اكل وتوزعون وجبات رمضانية وتوزعون هذيلا ما عندكم لستة بالعماير اللي موجودين فيهم ارقام تليفوناتهم الخدمة المدنية موجودة يا اخي يرفع السماعة العمارة الابنانية وهما قاعدين معزين كل يوم نزل لك يبقى مئتين ترات امية اه اه شسمة وجبة ونزعهم على العمارة مو معقولة يا جماعة حلو احنا ما قلنا لا احنا نحتم واحنا ما فينا هذي التفرقة وعلى عين والرأس وابنائنا المقيمين هذول المساكن صح بس انا اليوم اشد حيلي كل هذا الموضوع وعشرين فيديو انا حطيتها اليوم بالانلجان واي انا حق بنات الكويت والناس العوائل اللي قاعدة في في المهبولة ونفس الموضوع ترى في 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 الجليب نفس الامر نفس الكلام يقول ما ندري غاز ما احنا قادرين نحصل ما نقدر ننزل ما نقدر نزل ما يسير يا جماعة وانا قلتها بالفم المليان ولا تستحي كلمة تستحي منها بدها يا جماعة احنا اليوم وقلت الكلام هذا وضربت المثال في لندن وقيت لكم ودشت معنا محسين يمكن وقالت انا بنت اختي في لندن قالوا لهم المستشفيات عاجوا نفسكم في البيت المستشفيات الاولى حق البريطانيين يا اخي احنا في الكويت قاعدة نسوي كل شي حق الناس وحق المقيمين وما عندنا تفريقة وكل هم اخواننا وعلى رأسنا والله حطوا قسما بالله اقصر قلاس صعدة نصين بيني وبينه اللقمة الله اعمل حاجة نص بالنص والله اقسم بالله ما عندنا مشكلة بس انا بالمقابل تاخذ كل حقي انا وتعطيه حاجة جانبتنا ما يسيره جماعة فانا هذي رسالة اوجيه حق الاخوان اللي جان تطوعية الاخوان وارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم ما بيفتح جرح خاصة الاخوان المتطوعين انا يمكن يكون الى الحين متين شكوى عليكم للبعض منكم انتم للأسف يا جماعة هذا عمل تطوعي مو وقته اتعدل لي شعرك وريحة واضر سوالك انتم بالجمعيات او سواء كنتم باللجان يا اخي تبي تخدم اخدم لله وكان الله قفو الرحيم غير هذا رحم الله والدك احنا الان في ازمة وكل الكويتين متكاتفين وحاطينهم بيد بعض فانا ارجوكم وهذه اخر كلمة راح اقولها لكم الاخوان في المهبولة وايضا في جليب الشيوخ اللجان العمل الطوعي الكاراتين انا ما ابخص حقكم والله الشغل اللي قاعد يستغلونه على راسي من فوق انا ما بيمنكم شيء يا اخي مثل ما تسوون كل يوم هني يا اخي خصوا يوم حق الكويتين اللي قاعدين بالعمائر ودوهمهم كاراتين يوم وجبات يوم ما يبون اكل ودوهم وجبات رمضانية كاملة اهم يطبخون الكويتين بروحهم يطبخون ودوهم غاز ودوهم تموين هذه الامور